بعد ما شيت النادي الاهلي عادك تقول لي ايه اللي انت استفدتوا بالنادي الاهلي اللي فارق معك لحد هذه اللحظة اللي انا بتكلم فيها حتة الانضباط والالتزام والثواب والعقاب مهما كان اسمك دي فارقت معك في شغلك؟ طبعاً اه ماشي بيها ماشي بيها ما فيش ظهر يعني السواب والعقاب حتة اللي تأخر اللي يغيب اللي تكلم كلام خارج اللي يعمل حتة دي كان في نادي الاهلي بيتطبقوها بالحة زفير مفيش الكبير ولا الصغير ونفس الوقت حتة الهدوء اللي مش النرفزة اه حتة الهدوء لانه كان دايماً المدربين اللي بيدربونا كان بيحمسك ويعنفك ساعات بس في حدود ما كانش فيه يا كابتن يعني من ساعة ما انا اتدربت في نادي الاهلي لغاية ما مشيت من نادي الاهلي ما كانش فيه اسمعت من من كابتن عدد بتعمل لفظ خارج مثلاً في اللعيب ما دي دي ميزة من ما اسمعتش حد يعني تطاول كمدرب على اللعيب باجتيمة ابو وامو كلام ده لا ما اسمعتش الكلام ده خالص من ساعة دايماً كان بيحافظ ودي انا دايماً مقتنع بيها كرامة اللعيب من كرامتك طبعاً طبعاً لازم كرامة اللعيب تبقى فوق لو همت اللعيب خلاص حاجز ابنك وبينه خلاص كمان انت اللعيب انا عايزه يبقى عنده كرامة في الملعب يحس بنفسه انه كرامته انه هو لازم اوصلها له بالزبط فانا دايماً دي كانت موجودة في نادي الاهلي برضو فيعني الحمد لله كانت الفترة اللي عدتها في نادي الاهلي استفدت منها كتير جداً كمان حتى تستفدت ان انا كمان برضو اسمك يرتبط باسم نادي كبير ان انت حتى شركت فيه فترة حتى لو محبودة علاقاتي بكل اغلبية اللي موجودين في نادي الاهلي علاقات كويسة مفيش لكن هو في الاخر انت طلعت لعيبتي في السعودية وضيت سنة كويس رجعت الاسماعيلي انت بعد وانت في الانصار وفكرت انك ترجع هل ما كلمش كابتن سابت قلت له انا ممكن ارجع علعب تاني وانت قلت لا خلاص ده كابتن سابت لا انا ما كلمش كابتن سابت بس هو انا مرجعت الاسماعيلي كنت ممكن ارجع وكانت هتبقى اول مرة خلي بالك ما كانش حصلت لان كان كنت عامل مواسم كبيرة جداً في الاسماعيل مواسم قوية وكانت صوبل هو اللي ماسك الاهلي مانا لسه هقول لك مدربين انت اتضربت مع كابتن عادل طعامه وكابتن مصطفى واستفدت منهم جامد قوي واثروا معاك مين مدربين الاجانب سواء فايسا او هاريس اللي كانوا موجودين لا او فايسا انا عادت معا انا كنت صغار جداً وكان اعاد معا طالع بيشوفني كده بس لكن المدربين الاجانب الاجانب خلي بالا اقول لك بصراحة مش اي مدرب اجنبي يجي انت بتستفد منه في مدربين جت احنا مستفدناش منها حتى في نادي الاهلي طبعاً وكانت اللاعبها بتبقى اقوى من المدرب فنياً ودي خلي بالاك مشكلة كبيرة جداً يعني مش شرط ان انت رجل جايب مدرب اجنبي وبسي في نبقى مطارب كويس عشان تبقى حضلك عارف فانا ما استفدتش المدربين الاجانب وهو واحد بس مين هو؟ استفدت من ماركوس بتاع الاسماعيل ماركوس؟ اه كان مدرب كويس قوي ارجنتيني فرنساوي هو ماشي من الاسماعيلي مسك نانت الفرنسي نانت الفرنسي استفدت منه من الوحات تكتيكية بشكل كبير جداً مين بقى اللي قالك انت في الاسماعيلي معانا واما روحت نادي الاسماعيلي قابلت مين؟ كابتن عماد سليمان كابتن محمود جابر رشحني وكابتن عماد سليمان جابني الاسماعيلي كان هوم دير الكورة هل لو انت راجع من الانصار ونادي الزمالك طلبك كنت هتروح نادي الزمالك؟ والله الاسئلة دي يا كابتن انا دي عادي انا بقولك يعني انا بشكل كاسف وما طلبنيش ما طلبكش انما لو كان طلبك كنت روحت؟ الله اعلم ساعتها انت ما كنتش مقرر يعني ما كنتش مقرر الله اعلم انا ممكن اروح لي لأ انني كبير اسم كبير وانت عندك 24 سنة وبرضو انت ما يعني هتلعب لحد مثلا اربع خمس سنين بالضبط انت بتلعب كورة وكانش في الاحتراف بالشكل كبير يعني انا شايف ان لي لأ حتى لو جالي لزمالك اروح العب اسم كبير زي نادي الآن اه بالضبط طيب لما رأت الاسماعيلي استعبلك كابتن عماد سليمان انده مكت بسرعة ودخلت معاهم ماركوس ماركوس مدرب شاطر اوي 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 يعني شوف انا كل ده وعدت وفترة واحترفت في السعودية وجيت حاجة تانية خاصة اعدت معا في الاسماعيلي كم سنة ثلاث سنين اخذت معاهم بطولك كاس مصر مع كابتن محسن صالح لكن فترة دي كنا على طول في حتة التالت تاني بطولة افريقية طبعا ما وفقناش فيها بس يعني احنا موجودين على طول في الاسماعيلي كمان كانت فرع جميل كنا بقى كورة حلوة كان الجيل بتاعنا قوي اه طبعا كان بركاته خالد بيبو اوتاكا وساعد عبائي وحمزة الجمل اسلام الشاطر وسعفان والله ارحمه احمد رزق خلد الاماش اكبر منك طيب ماشا عديها عديها ابو حميد